على خلفية اعتقال الشرطة القطرية للصحفيين يعملان في هيئة الإذاعة النرويجية واحتجازهما لأكثر من 30 ساعة، استدعت أوسلو سفير الدوحة لديها بحسب ما أفادت وسائل إعلام النرويجية. وكالة الأنباء النرويجية قالت إن السفير القطري استدعي لتقديم توضيحات بشأن واقعة احتجاز الصحفيين هذا الأسبوع مما أثار انتقادات للدوحة من جانب رئيس وزراء النرويج جوناس جار ستوير، الذي قال إن اعتقال الصحفي الإذاعة النرويجية في قطر أمر غير مقبول مؤكدا على أهمية الصحافة الحرة لتحقيق ديمقراطية فاعلة على حد تعبيره. الصحفيين هالفور إيكيلاند ولقمان غرباني كانا في قطر لإعداد تقرير عن الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2022 وتم احتجازهما في 22 نوفمبر 22 الجاري ومصادرة معداتهم قبل السماح لهم بالعودة للنرويج. وأثارت استضافة قطر للبطولة الكثير من الجدل إذ صلطت الضوء على ظروف العمال المهاجرين ومزاعم فساد. منظمة العمل الدولية كشفت في تقرير قبل أيام أن قطر لا تحقق في الوفيات المرتبطة بالعمل ولا تبلغ عنها على نحو دقيق بما في ذلك وفيات بلا تفسير لعمال يتمتعون بصحة جيدة. وذكرت المنظمة أن 50 عاملا توفوا العام الماضي فيما ذكرت صحيفة جارديان في فبراير شباط أن 6500 عامل مهاجر من جنوب آسيا توفوا في قطر منذ العام 2010.